اه 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 عندنا ايه النهاردة عندنا ايه النهاردة عندنا ايه النهاردة ايفنت بتاع شاومي بتاع شهر اكتوبر اللي تم القلم فيه عن الشاومي 12T اعمل لايك على الفيديو كده واشترك علشان المفروض من ايفنت ده فيه ارقام مجنونة ايش كده عدى نص ساعة اعلانات فقط الايفنت في ألمانيا شاومي مؤخرا شغالها لحات جامدة قوية اول حاجة لعربيات اللي بتسوق نفسها عاملين روبوتات الموبايلات اللي بتقفل الفولد ماكس فولد 2 واخيرا الاهتمام قوي بالكاميرات والتصوير زي في الشاومي 12S Ultra نخش بقى على T-Series اللي هي سلسلة T 12T Pro و 12T العادي الشكل العادي ما مختلفش قوي قريب قوي من البرو لون ازرق اسود سيلفر مفيش جديد قوي ما بنركز السلسلة T على الشكل قوي نخش بقى على الجو ميك مومنت ميجا خلي اللحظات حاجة كبيرة هم اللي بدأوا موضوع 180 ميجا بيكسل ده ففي الموبايلات يعتبر كان ايه كان التين تي او التين برو كان اسمه سي سي ناين برو 200 ميجا بيكسل 200 هي مش اول شركة يعمل الحوار ده موتو عملت في X30 تقريبا اتج او S30 بعد ما قبل عملت موضوع 48 ميجا بيكسل وبرده في اخبار ان سامسونج الموبايلها الجاي ال S23 هيبقى 200 ميجا بيكسل رقم اوفر عدد البيكسلات برضو نرجع نقولها ونيدانزدة انما ده ما يحكمش او ده ما يدلش ان الصورة هتبقى جامدة الصورة هتبقى دقيقة فيها تفاصيل لما تيجي تزوم لما تيجي تطبع لما تيجي تعمل كده هيكون عندك تفاصيل ولكن هل ده يدل ان الصورة الوانة حلوة الفوكس مظبوط التحديد الاطراف زي full dynamic range فيها OIS مصابة بصري طبعا صورة متصورة بالمتين ميجا بيكسل نفس الصورة دي ممكن تصورة بأي موبايل تانية وتطلع لك نفس الصورة ولكن الفرق هنا بقى لما تيجي تعمل زوم طبعا هنا مش هتاخد بالك علشان الفيديو مضغوط والدنيا مضغوطة وده اصلا مش بالكواليتي العالية فممكن ما يبانش اول كواليتي والتفاصيل ولكن هو الصورة هتبقى مليانة تفاصيل مثلا دول انت بوكت توقعهم ان هم صورتين ولكن هي بايدة ان هم صورتين دي حلوة الكواليتي العالية انك تعرف تعمل زوم وتعمل فريم للصورة في حاجة يسميها برو فوكس بيعمل تراك للوش وللجسم يعني مظنش انها حاجة جديدة قوي يعني بيكلموا عن تصوير بالليل انهم يحسنوا جامد برضو قوية قوي بالليل شاومي فعلا فعلا تقدموا قوي قوي في موضوع التصوير الثور السابتة الفوتوغرافي ولكن دايما بيتجنبوا الكلام على الفيديوهات بيعمل هندي كده اتكلم عن الاداية الموبايل هو كاركام مش اقوى من الابليه ولكن هو موفر اكتر في البطارية سواء في السي بيو او الجي بيو باركام كويسة 33% توفير للبطارية في معالج جديده هو 8100 ألترا ده 5 نانومتر ده ازون بقى 12 تي العادي البرو هو اللي هيكون فيه 8 جين بلاس 1 بطارية ميجا باتري لايف خمس تلاف 13 ونصف ساعة طبعا راكم ده بيختلف ممكن يقلل لنصف لو انت نقضي الى 13 ساعة ده مثلا لعب عمره ما يقض معاك الرقم ده حتى بص بقيسوها بإيه بقيسوها بعدد الفيديوهات اللي زارت تصورها على تيك توك 180 فيديو تيك توك يعني احنا بقينا في زمن غريب جامد قوي بقى الشاحن المية وعشرين الهايبرد شارج ده شحنة كاملة اليوم كامل في 19 دقيقة لا وركزوا على حتة دي انه هو البطارية امان مش تسخن مش هتفرقع لان حصل مشاكل كتير مؤخرا في حوار سامسونج ده وانه هو معادة لاختبارات امان بس ده هيعتبر كده الاداء والبطارية كويس الشاشة اسمها كريستل ريز اموليد كريستل ريزولوشن اللي هي مش توكي وفي نفس الوقت مش ايه هي بين البنين كده تقولك ان هي مبتستهلكش زي توكي هي تقريبا نفس استهلك البطارية لو ملاحظين هنا نفس الفول اتش دي ولكن كواليتي اعلى سيكا وطبعا 120 هرتز جامد مفيهوش حاجة جديدة خالص غير موضوع الكاميرا قوي قوي ما نستقلش بيها 200 ميجا بيكسل ده رقم يخد اعتبر مضحتش باي حاجة الاداء عالي البطارية عالية شاشة جامدة يعني الدزاين هو عادي جدا ونشوف بقى هل 200 ميجا بيكسل كفيلة لوحدها انها طلع صورة كويسة ولا برضو لسه ما اسمه عالجة وهل هما زبطوها الالوان اله دي ار علشان اخر حاجة شفناها من شاومي ال 12 اس الترا كان نقلة نقلة فعلا من احترم قوي في الكاميرات خش على السعر فئة تي دايما بتبقى منافسة قوي في حيط السعر 822 ب750 يورو ده البرو خلي بالك التوالفتيل العادي بقى هيبقى ب600 يورو كده 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 كنت بتزود مثلا حوالي 30% دلوقتي بعد اللي حصل تزود لك 600 مش هلس بقى الاحداث هنشوف هنا اعتبر خلصنا الايفنت بتاع الموبايلات نخش بقى الحاجات التانية الايكو سيستم بتاعها وشاومي شاغانينا اللي ناور والله العظيم في الحاجات التانية مكنسة نفس اجرر موضوع المكنسة اللي تتحرك لوحدها دي مكنسة بقى دي بقى بالايد بقى ماشي تلفزيونات كيو لد مش اولد وهي السمارت باند الجديدة اللي بقت شابه السعر شوية وهي السمارت باند 7 برو بتبدأ من 100 يورو بتتكلم مسلا في حوالي 2000 او 2000 وحاجة يعني مش رخيصة برضو تخش على التابلت وحد فاكر التابلت بتاع الشاومي اللي احنا عملناها التابلت ده كان قوي 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 طريبا من اكتر التابلتات اللي في مصر اللي كان عليها كلام وكان عليها سحب طريقة رهيبة اول تابلت من فقت الريدمي اظن هيبقى بقى سعر اقل شوية ومصفات اقل شاكي وجامد جسم كله من المعدن لون جامد اول لغدر ده والرمادي والسالفر وفعلا التابلت كان رفيع اول خفيف يعني ده نص كيلو والسمك بتاعه 7 ميلي برضو كان 4 سميكر والشاشة 10 بيت شاشة 2K شاشة 10 و 6 حجم كويس وتسعين هرتز اظن دي بقى جديدة المعالج ايه بقى المعالج ايه هليو جي 99 وعملين بقى ميو اي فورباد الوجهة مخصصة شوية كده ومتزبطة على التابلت مش مجرد الوجه العادية بطرية 8000 كويس مش احسن حاجة يعني بس كويس السعر السعر هو كان اقوى حاجة في التابلت ده كان بحوالي 6000 وحاجة وكان 8000 بالكيبورد بتاعه التابلت ده تخطف من السوق بـ 280 يورو للنسخة الثلاثة رام بس 64 ده رقم قليل قوي وكده كده بتحطله اكرت ممر لحد 1 تيرا ولكن 64 و3 رام اعظونا يبقى نسخة اعلى بس رقم مباشر قوي 280 يورو رقم جامد وبس كده شوية بقى هي كلام عن البيئة اللي هو بالاخر كده ايه مباشر عندنا شاحن ده كان ايفنت 13 اكتوبر بتاع شاومي التابلت انا بتحمسله جدا برضه خصوصا لو نزل هنا مصر سوق التابلت سنة ضعيف قوي بس فعمل لايك وسبسكرايب والغي الاشتراك واشترك تاني علشان في ناس كتير قوي بتقول ان الفيديو ما بقى اش يظهر لهم ما بقى اجلهمش اشعار وشغل الجرس اللي كان بيه وشكرا